اشتركوا في القناة يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك وصباحك جميع المتابعين الكرام كيف صبحت؟ تمام الحمد لله جوائق حلوة دكتور كتير اشخاص بيشكوا من ألم الاسنان لكن ما بيعرف انه له علاقة مع التقس البارد احكي لنا اكتر بالنسبة لألم الاسنان هو يعني له عدة عوامل ممكن تأثر علينا فيه زي ما تفضلت حكيتي انه ألم الاسنان بفصل الشتاء خاصة كمان فيه المرضى اللي بيكونوا هم عندهم أمراض في اللثة خاصة لما يتعرضوا للهوى البارد بتلاقي انه احيانا المريض بصير هي حساسية بالاسنان هاي الحساسية بتأدي انه المريض يشتكي من ألم خاصة انه فيه مرضى بيكون حالاتهم متقدمة يعني فيه مرضى بتلاقي بيحكي لك أنا الألم عندي كثير لدرجة انه ما بيقدر يتحمله بهاي الحالات احنا بيفضل انه يراجع المريض الطبيب الاسنان ويحدد له يعني حالته انه بحاجة الى تدخل علاجي او انه فقط ممكن يعطيه اشياء وقائية كمع عجين اسنان تحتوي على الفلورايد وهي ممكن تخفف هاي الحساسية فلذلك في العديد من المرضى يمكن ما بيدركوا اهمية هاي الامور انه ممكن انت بالداية انك تتفاداها ما نوصل لا مراحل متقدمة بهذه المشكلة اللي بيوجوها بعض المرضى في فصل الشتاء خاصة من الحساسية الاسنان يعني هي تحديدا بتصير بفصل الشتاء او ممكن تصير على طول فصول السنة مثلا هي بيعتمد على حالة المريض يعني في غالب مرضى في عندهم بتكون حساسية الاسنان مو فقط من فصل الشتاء ممكن من المشروبات الباردة في بعض الاحيان فلذلك فصل الشتاء هو واحد من العوامل وممكن تؤدي نحسسيات الاسنان ممكان نتعامل مع هك مثل مرضى ممكان أول شيء انو نصرف لهم المعاجين الاسنان اللي تحتوي على الفلورايد ايضا ممكن صرف الغسول الفموي الذي يحتوي على الفلورايد وفي معاجين ا اصنا تحتوي على مادة البوتاسوم تعمل على صد مسامات السن فلذلك تؤدي الى تقديل هذه الحساسية ايضا في مرضى يسبب هم الايتجارد أو ما يوصفوه بالحارس الليلي او الواقي للاسنان هذا واقع الأسنان لديه أكثر من وظيفة هناك مرضى يلبسونه في حالات معينة لا يكون وقاية فقط من الحساسية للهواء البارد لأنه منامسة الهواء البارد في حال أن المرضى يطلع بفصل الشتاء أغلب المرضى يتنفسوا مو فقط من الأنف يتنفس من الفم فلما يتنفس من الفم يصبح الهواء ينامس الأسنان بشكل مباشر في هذه الحالة يزيد الحساسية ويعرض المرضى لأنه يصبح حسية أعلى لذلك ننصح أغلب المرضى أنه عندما يتنفس يكون تنفسه أغلب الوقت من الأنف خاصة في الجو البارد المرضى يعانون من هذه المشكلة المرضى لا يوجد مشاكل يستطيع أن يستخدم هذه المعجين لا يوجد داعي أن يتطرق هذه الأمور لكن نستطيع بالزيارة الدورية لطبيب الأسنان نستطيع أن نتفادئ كل هذه الأمور ويكون أمور المريض بسلامة لكن يتبع التعليمات التي يمكن أن يعطيها الطبيب الأسنان أشياء ثانية بالنسبة لغير التي تفضلت فيها غير الأشياء التي تأثر على هذه الحساسية الأسنان وهي تآكل طبقة الميناء للأسنان تآكل طبقة الميناء للأسنان تتم عدة عوامل إليها منها ممكن حسب منظمة الصحة العالمية وهو الغذاء السليم التغذية السليمة بالنسبة لصحة الأسنان هي من أهم العوامل يعني تناول المشروبات الحمضية يؤدي إلى تآكل طبقة الميناء عند تآكل طبقة الميناء يتعرض السن كما نعلم أن الأسنان تتكون من ثلاث طبقات الطبقة الأساسية هي طبقة الميناء الخارجية وطبقة العاج وطبقة الميناء متعرضة أكثر للهواء والأحماض وهذه الأمور يؤدي إلى زيادة الحساسية في المرضى ويأتي المريض على عيادة الدكتور أنا أشتكي من الحساسية الزيادة فبتتطلع على أسنان المريض تلاقي في تآكل بالأسنان أحيانا تآكل الأسنان تآكل الأسنان هذا أيضا عدة عوامل من ضمنها هناك أشياء كيميكال وأشياء ميكانيكال هذه الأشياء الميكانيكية التي يمكن أن الأسنان التي تلاقي المرضى أغلبهم بيسركوا على أسنانهم بيقذوا على أسنانهم بيقذوا على أسنانهم طريقة لتفرشة الأسنان بطريقة خاطئة يعني تلاقي مريض يجيب عشان ينظف أسنانه بطريقة هي مو موضوع بس كيف يفرش الأكثر طبعا أكيد هناك طريقة معينة لأن المريض يفرش فيها لكن الأكثر يؤذي المريض يستخدم مثلا هو فكر إذا استخدم فورشاية أسنان خشنة ونظف بقوة هذه القوة إنه راح تنظف الأسنان ممكن تنظف الأسنان بس هي ممكن تأذي طبقة المينة بس ما هي صفت مش كتير منيحة حلا هي صفت هي أكثر استخدامات هلا لثة فقط حلا إحنا منفضل هي فورشاية الأسنان تكون متوسطة وحتى لو بدنا نستخدم الخشنة بنقدر نستخدمها لكن بعناعي في مرضى بتلاقيهم كثير يعني بعنف أو بضغط كبير على الأسنان هذا يؤدي إلى تآكل طبقة المينة فالمريض هاي من إحدى العوامل اللي ممكن تكون ثاني إشي ممكن نحكي عن المدخنين آه آه هم بيستعملوا الفورشاية الهارد أكثر إشياء هارد بتلاقيهم ببعض المواد اللي عشان يزيدوا من بياض أسنان هم ممكن المدخنين بسميها بالعامية هي الكزدة الأسنان بحسوا فيها أكثر من اللي هو اللي يسركوا أسنان اللي يسركوا أسنان البراكززم موضوع مختلف تماماً البراكززم يعني نقدر نحكي أكثر إشي بأثر على المرضى اللي هم بيصير عندهم سرك الأسنان بتلاقيهم هو لحد الآن هو الننفاكترس يعني مش مع معروفة أشي العامل الرئيسي أو هاي لكن هو قدروا يصنفوها بعديد من الدراسات إنه هاي عبارة عن أكثر شيء هلا خاصة هي بتحدث أثناء فترة النوم يعني بالليل بتصير المريض يطلع بصير يسرك بأسنانه هو ما بيكون حاس بحاله بتلاقي الشخص الممكن ينام جنبه هو اللي يحس عليه بهذا الشيء فلذلك إحنا لازم بهاي الحالات إنه نتدخل ونتدخل تدريجياً يعني ما ننتقل للحلول اللي من نهايتها لا منبلش بداية نعطيه التعليمات اللي لازم يمشي عليها بعض من الأدوية بداية نقدر إحنا المريض طبعاً لازم في حالات براكززم ما بيصير يأكل طبعاً هي مشكلتها بيصير عنده العضلة الماضغة هاي بصير فيها قوة بتفرز قوة كبيرة هاي القوة الكبيرة إحنا ممكن إنه نخفف من قوة هاي العضلة بعدة التعليمات بداية المريض ممنوع يأكل خلينا نعكي اللي هو الأكل الهارد يعني بده يكون أكل سوفت الأشياء اللي فيها موستيكيشن بيصدوا يمضغ فيها بيصدوا يتجنبها يعني مثلاً في الناس بيصدوا اللوبان اللي هي العلكة هاي الأمور كلياتها بتزيد من قوة العضلة كأنه بمرن العضلة هو عم بيصدوا فإحنا منفضل بهك حالات إنه المريض يتجنب هاي الأمور ممكن يتجه لكمادات المي الساخنة بتخفف من الألم في هاي المنطقة برضه ممكن نوصف له مرخيات العضلات المسر هاي كخطوة أولية لو طردنا أن المريض لا تحسن بهاي الأمور بنتجه لخطوة الثانية الخطوة الثانية اللي هو ممكن نعمله الحارس الليلي هو نايتغارد اللي تفضلتي حكيت عنه قبل قليل هلا نايتغارد هون بيحمي طبعاً كل مريض نقدر نعمله نايتغارد بيعتمد حسب أنه يكون صفت أو هارد حسب حالة المريض هلا نعمل نايتغارد المريض هون يبدأ المرحلة الثانية يتجنب هناك مرضى لا يتجاوب حتى بالنايتغارد يجد نايتغارد حتى عامل تيرينغ للايتغارد قد ما هو شد عليه أكبر هل تشعر سلايفا أكبر أصدق أنت لا تيرينغ هو تيرينغ قد ما هو ضغط عليه بيقوة حسنا ممكن نتجه للحل الأخير وأنا صراحة من الناس اللي أفضل هذا الحل وهو البوتوكس نحن نقدر نحقن في عضلة المسيتريك مثل العضلة الماضغة هذه البوتوكس البوتوكس وظيفته هون سيقلل علينا من قوة العضلة هذه البوتوكس حاسس لا هو مو بالطريقة هو بس رح يقلل هو ما رح يشل حركة العضلة هاي أبداً هو بس رح يخفف من قوتها نحن بالعادة لما نحقن هذا البوتوكس هو مفعول وممكن يكون من ثمن لاثنى عشر شهر هلا المريض هبت كلها العادل التي تتغير يعني يأتي أنا في مرضى أعطيناهم تجد أن يصبح ثلاث سنوات وليساته على أول إبرة أعطيناها لا يضطر أن يكرر حتى الإبرة لا يقلل الشعور بالإحساس؟ أبداً أبداً ليس مثل البوتوكس لا 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 هو بس يفوت على هذه العضلة الماضغة المسيتريك يقلل من قوتها في حال أنه قلل من قوة العضلة المريض يتعود حتى أنه لا يبذل قوة كبيرة يبطل أن يكون موضوع البراكسيزم هذا البراكسيزم هذا المريض أو المريض سركة أسنان أو صرير الأسنان له أيضاً مضاعفات أنه يمكن أن تجد المريض جاء لك أسنانه كلها تأكلة يعني أنت مجرد أن تفتح المريض تتطلع على أسنان المريض تجد تأكل بالأسنان ثاني يمكن أن تجد أسنانه بدأت تتكسر هل يكون إهمال أيضاً بالعناية الشخصية بالأسنان يمكن أيضاً إلهدور إلهدور بس هي زي ما تفضلت عندما تتحدث عن موضوع صرير الأسنان العامل الذي هم متفقين أو مجمعين عليه أكثر شيء هو سترس يعني كل التوتر هاي الأمور هي اللي بتزيد فرصة أنه يصبح صرير الأسنان هلا المريض زي ما تتحدث إنه إذا عطينا البوتوكس هو بالغالب بهذه العضلة مريض رح يرجعنا بعد سنة ما في عنده مشاكل بعد سنتين بعد ثلاثة لأنه خلاص تعود المريض ممكن نضطر لاحقاً إنه نرجع نعطيه مرة ثانية لكن بتلاقي المريض حتى الهابة العادلة اللي كانت عنده اللي يظلوا إنه دائماً يسرك عاي العضلة ويشد عاي العضلة ويؤدي إلى سرك الأسنان فبتلاقي المريض تلاشت هاي العادلة اللي موجودة عنده فمريض خاصةً في مرضى حتى لدرجة أنه ما بنقدر نعمل لهم حتى التركيبات اللي هي القشور الخزافية أو نعمل لهم الحشوات التجميلية في هاي حالات لأنه ممكن يكسرها أنا جاي أسألك عن موضوع الفينير اللي مكتير ترند صار له سنين أو القشور الخزافية حكي لنا أكتر الناس اللي بيركبوا أو بيعملوا تجميل الأسنان بهذه تقنيات هاي الترق بتحسس أسنانهم بيكون عندهم مثلاً أيضاً بيكون الشعور ينكمل إحساس أقل ولا نفس الأشخاص العاديين اللي مش عامل إحساس أسنانهم لا هو أنه يزيد حساس أسنانه لما يعمل الفينير هو بيعتمد على طبيعة السن بالأصل يعني فيه أسنان مرضى بتلاقي هي ضعيفة بالأصل يعني المريض السنه أصلاً ضيف مجرد ما أنك حضرت طبقة الميناء وأخذت من طبقة الميناء فبدها بشكل طبيعي إنها تزيد حساس الأسنان لكن بعد تغطيتها بالفينير وعمل على إلصاق الفينير بشكل ممتاز وبيعزل تام بالغالب ما بيصير أي مشاكل للمرضى ولا حتى ممكن يشتكي لكن إحنا بس نتجنب هاي الأشياء الفينيرز وهي الأشياء لما يكون عنا الأطباق غير صحيح للمريض لأنه زي ما حكينا إذا كان المريض عنده براكززم اللي هو السرك على الأسنان أو القزة الأسنان أو صرير الأسنان رح يتصير المريض يكسر هاي الأسنان يرجع لك المريض والله دكتور أنا انكسرت الفينير ليه؟ بدك تدور على السبب أنه حتلاقي أنه المريض كان عم بيبذل قوة على هاي الأسنان فبأدى إلى تكسيرها يضغط على أسنانه من التوتر خلالي نقول أكثر إشياء معنات الأشخاص اللي ممكن يركبوا يعني مش كل الأشخاص ممكن يتركب الكشور القذفية أو الفينير الأشخاص اللي ممكن عندهم حالات توتر كتير أو عندهم حساسيات أصلا بالأسنان أو الإطباق غير مناسب أو إطباق غير مناسب أو إطباق غير مناسب أما أشخاص صعب أنه يركب نحن نستطيع حالات أنه بداية قبل ما نعمل هاي الخطوة ممكن نتطرق لأنه نعدل الإطباق عند المريض يعني بتم عن طريق خصائي التركيبات بتعديل الإطباق للمريض ومن ثم منتجه لموضوع اللي هو التركيبات بالشكل اللي هو حب المريض نعم دكتور حاب تحكي شيء آخر للموضيحة كنا كتير موضيع وطرقنا الموضيع جداً كانت مهمة وكتير كان في عليها أسئلة بصراحة إذا في عندك نقطة حاب تحكيها للمشاهديين يعني بداية احنا أهم شغلة أنه في احنا أغلب المرضى بيفكروا أو بيعتقدوا أنه فقط الأسنان هو عبارة عن 32 سنة موجودين بطم المريض وفقط ما في أي شيء ثاني لكن احنا في عدة أمراض ريليتد لطب الأسنان يعني فيه أمراض بيجيوا أمراض اللي هو من آلسرز الحمو اللي بتلاقي الأمراض الفم سرطانات الفم يعني سرطانات الفم في دراسات حسب المركز الأبحاث للسرطان في المملكة المتحدة بيحكي لك أنه أصلاً هو من بين كل عشر تلاف أو مئة ألف سوري عدم معاخذة بين كل مئة ألف يوجد أربع أشخاص بيشتكوا من مرض اللي هو سرطانات الفم لذلك إحنا لازم أنه يكون دائماً في متابعة مع طبيب الأسنان مراجعة دورية مع طبيب الأسنان لتجنب أنه تفاقم الأمور والمراجعة الدورية بتحمينا مع طبيب الأسنان إنه إذا كانت شغلتنا بسيطة ممكن نتفاداها لكن بعد وقت وإذا تركناها لفترة طويلة راح المريض يدخل بمشاكل ثانية ومضاعفات أخرى أنت قبل أن نختم معاك دكتورت رأيت للموضوع كثير مهم إنه حمو الليثة أو حمو يعني ممكن يكون حولين الفم أضاء إلوه علاقة بالأسنان يعني ممكن إذا كان مثلاً في حمو أو إلتهاب على الليثة على شكل الحبوب بتكون ممكن أيام فيها مادة إلوه خاص بالأسنان أو إلتهابات هلأ هي هاي أمراض موجودة عندنا هي مش للأسنان نفسها بس هي إحنا كل هاي الأمور لليتد للأسنان يعني إحنا مثلاً زين ما تفضلت قبل شوية كنا عم نحكي عن السرك الأسنان والأمور هاي كلياتها هلأ عبارة عن لما يصير عنا أصلاً مثلاً لما نحكي مثلاً في عنا هون الفك الصدغي هون إحنا ممكن يصير عنا صداع وألم في هاي المنطقة نتيجة للسرك على الأسنان فلذلك هي كلياتها مرتبطة من بعضها نتيجة لأنه إحنا تخصصنا ما بيقتصر فقط على الأسنان هو الأسنان وجراحتها وجراحة الوجه والفكين كامل وبالإضافة إلى الأمراض المتعلقة بالوجه والفكين كامل دكتور معاذ الدبس شكراً كتير لإلقاء حضورك معنا وشرفتنا معلماتك جداً يعني مفيدة جداً عن جد أشخاص كتير كان مسألة عن هذه المواضيع بدنا نتشكرك دكتور معاذ دروس أخصائي علاج عصب وجذور الأسنان وطبيب سابق بالخدمات الطبية الملكية نورتنا وشرفتنا بوجودك ساعة صباحة مرتين موسيقى موسيقى